كشف المعارض السوري كمال اللبواني لالبي سي آي عن اتفاق مع إسرائيل للتوجه المشترك إلى الولايات المتحدة بخطة تقضي بتغيير السياسة الدولية تجاه الأزمة السورية والخطة التي عرضها اللبواني خلال زيارة لتل أبيب انتهت الأحد تتحدث عن البدء بإقامة سوريا الجديدة على المناطق الجغرافية المحاذية لإسرائيل يسود فيها نظام جديد المدخل إلى إعادة بناء سوريا منطقة عازلة في الجنوب ومنطقة عازلة في الشمال يبنى فيها جيش منضبط ما بقول ببنيه بره الناس النظامين على الأرض منضبطين بنحط لهم خيمة أيديولوجية غير هديكة تبع داعش وتبع الرهاب بنشغل على الوحدة الوطنية نرجعها بنبني وراه مؤسسات أمن وأكل وكذا بنرجع اللاجئين وساعتها بنتوسع ناسة حالة بتركض لعندك وسألناه عن سبب اختياره إسرائيل بالذات لهذه الخطة إسرائيل لعب أساسي وإسرائيل لها دور قادرة على أن تكون تلعب دور في الإدارة والتنظيم إسرائيل ما بدنا نحن نشارك عسكريا نحن بدنا غطاء سياسي أمريكي إدارة هذه المنطقة لابد أن يكون لإسرائيل موافق وإلا بتفشل كل شيء يعني أنا اليوم إسرائيل أمريكي لحالي بدون ويروح الإسرائيلي لحاله الإسرائيلي بيقول له في لك عدو موافق وأنا بيقول لي في لك عدو موافق منشان يتهرب لأن أمريكي بدون ينسحب وما هو الثمن الذي يدفعه هذا الطيار المعارض فهل تتنازل لإسرائيل عن الجولان؟ الجولان؟ هلأ في عندنا مشكلة القدس ومشكلة يافا وحيفا والجولان بيظهرون يمكن أن نستعمل الجولان كحديقة للسلام مش ساحة حرب العلم اللي بدون ينفع عليها مش مهم مهم طريقة استعمالها أنا بالنسبة إيدي كسوري عندي لاجئين بننجع على الأرض والسؤال هو إن كان اللبواني نجح في إقناع إسرائيل فعلا؟ أنا بقول نجحت أنا بس لسه ما أعطيت شيء لشعبي لنروح لأمريكا وصير قرار وصير آلية لتنفيزه لاستعادة وحدة سوريا صيغة العيش لكل الناس عدالة ديمقراطية هالبرنامج بده هالتحالف يتحول من قوة ضرب لقوة بناء